موسيقى عليكم أفضل السلام والمحبة والإكرام متابعين الأفاضل عبر هذه السلسلة من الحلقات رأينا مع بعض علاقة القرآن بالكتب المقدسة السابقة من طورا وزابور والأناجيل وكتب الأبوكريفة تظهر خلفية العقيدة الإسلامية الحقيقية والتي أصابها تغيير وتبديل من أجل المصالح الخاصة للخلفاء خاصة في العصر العباسي ولتقوية شرعية الحكم تحول هذا التغيير والتبديل والتزوير لنشأ عقيدة جديدة اسمها العقيدة الإسلامية وتبنت كتابا مقدسا جديدا اسمه القرآن وبنبي جديد اسمه محمد تحدثنا بعجالة في الحلقتين السابقتين عن القرآن وسوف نعود للمزيد من الدراسات حول هذا القرآن فدعونا أعزاء المشاهدين نتطرق لشخصية محمد الحقيقية بحسب علم التاريخ المادي وعلم الأنتروبولوجيا فإذا سألنا أي مسلم مهما كانت ثقافته ببساطة ومعرفته بالتاريخ الإسلامي سوف يقدم لنا رواية طويلة محبوكة من حياة محمد كيف ولد عام الفيل الموافق لسنة 571 ميلادية في بيئة وطنية داخل منشمعه القريشي وكيف عاش يتيما بين أهله بنو هاشم واحترافه التجارة في سن مبكرة عند خديجة بنت خويلد وزواجه منها رغم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ثم نزول الوحي عليه في غار حراء عند سن الأربعين أي حوالي 610 ميلادية وبداية مسيرته في نشر رسالته الإلهية والاضطهاد الذي تعرض له من أبناء قبيلته مما جعله يهاجر إلى مدينة يترب سنة 622 ميلادية صحبة عدد صغير من أتباعه وكيف جمع حوله الأنصار والمهاجرين وبداية الغزوات والانتصارات على القبائل المجاورة وتوسيع رقعة حكمه بين القبائل إلى أن فتح مسكة رأسه مكة وبداية الخروج بالدعوة خارج بلاد العرب ثم انتصاره على الروم البزنطيين في غزو التابوك إلا أنه لم يمهله عفوا القدر لتوسع أكثر بموته سنة 932 ميلادية هذه الرواية المختصرة لم يتم تدوينها وتوثيقها إلا بعد مرور كما سبق وأشرنا ما يناهز قرنا ونصف من وفاة محمد وذلك في عصر الخريفة العباسي أبو جعفر المنصور الذي أمر محمد بن إسحاق بكتابة التاريخ فقبل هذه الفترة كانت تروج أخبارا شفاهية بين الناس لا يعرف صحتها من كذبها اعتمد ابن إسحاق على هذه الرواية التي تروج بين الناس وما هو موجود في القرآن من مقاطع قد تفيد تأليف قصة حياة محمد وسيرته النبوية وهنا يجب الوقوف عند هذه الرواية العباسية ومناقشتها لمعرفة مدى صحتها خاصة عند اتهام ابن إسحاق من بعض معاصريه بالكذب كالإمام مالك بن أنس صاحب كتاب المغطأ كما جاء في تاج العروس للزبيدي المجلد الرابع عشر حيث قال أي الإمام مالك عن ابن إسحاق دجال من الدجاجلة رواه عبد الله بن إدريس الأزدي وهذا غريب جدا كيف تقبل رواية دجال لحياة محمد وتصبح هذه الرواية الرسمية التي يؤمن بها كل المسلمين منذ ذلك العصر مصادر ابن إسحاق في سرد السيرة النبوية اعتمدت كما قلنا على الرواية الشفاهية والنص القرآني بصفته النص الشاهد على صاحبه فالمصدر الأول وهي الرواية الشفاهية التي تأثرت بفعل الزمان والمكان والرواية كما سبق وأن أشرنا في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة الجديدة ومما لا شك فيه فأي رواية شفاهية تخضع للزمان والمكان إلا وتأثرت بالزيادة والنقصان بفعل السهو والنسيان مهما وصف أصحابها بالصدق والأمانة فما بالكم عندما تطغى المصالح السياسية والمنافع الشخصية في نقل هذه الرواية والسؤال المطروح لماذا لم يدون المسلمون الأوائل تاريخهم إلا بعد أكثر من قرن ونصف من الأحداث التي جاءت في السيرة النبوية والقرآن يأمر كما قلنا شخصين إذا تداين بدين بسيط أن يدوناه بحضور كاتبات بموجب الآية 282 من سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَداينَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلِ الْمُسَمَّى فاكتبوه من المؤكد أن التاريخ الإسلامي دون قبل هذه الفترة كما دون القرآن إلا أنه طمس لأسباب سياسية وعقائدية وأحرقت رقعه حتى يسهل تزويره وتغييره لمصلحة الحاكم معظم الإديولوجيات الجديدة تحاول طمس وحرق كتب ما قبلها ومثال على هذا عاشته ألمانيا النازية سنة 1933 ميلادية عندما أحرقت عشرات الآلاف من الكتب التي كانت تمس وتنقض حركة الحزب النازي معتقدة منها أنها سوف تقضي على ما سبق ككتاب لويز هنري شمان وكتب ولوحات الكاتب والفنان يوكاييم رينجل نيدز وكتب إيريش كاستينر وغيرهم وحتى الموروط الإسلامي يخبرنا عن حرق كتب علماء مسلمين بارزين ككتب ابن سينة وابن رشد والماوردي وإخوان الصفا وغيرهم كما تخبرنا كذلك المصادر الإسلامية عن حرق الخليفة عثمان بن عفان لمصاحف كما جاء في السنن الكبرى للبيهقي فقط لأنها تختلف ربما في القراءات وعدد الصور وترتيبها فما بالكم بالكتب التي تمس بالسياسة الحاكم وشرعيته كما تخبرنا بعض المصادر الإسلامية عن حرق عمر بن العاص لكتب مكتبة الإسكندرية إذا صحت هذه الرواية طبعا كما جاء في كتاب الإفادة والاعتبار للبغدادي المتوفى سنة 1231 نعود للمصدر الثاني وهو القرآن الذي استقى منه محمد بن إسحاق معلوماته لتدوين السيرة النبوية رغم أن القرآن كما يقال عنه حمال أوجه فكما سبقت الإشارة فالنبي موسى ذكر في القرآن ما يناهز 137 مرة أما محمد فقد ذكر أربعة مرات فقط وهذا غريب جدا خاصة أن هذه المقاطع أو الآيات الأربعة لا تعطينا تفاصيل عن حياته أو اسم أبيه أو أمه وبالتالي ليس هو بطل النص القرآني بالمقارنة بموسى أو إبراهيم الخليل وبالتالي فالمتوقع أنه لا يقدم لنا القرآن أي معلومات عن حياة محمد ما نراحضه بقوة في السيرة النبوية هو وجود تفاصيل لبعض الآيات الغامضة على أنها تتحدث عن محمد دون دليل ملموس فأخذ على سبيل المثال الآية الأولى من صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أجمع المفسرون على أن الإشارة إلى محمد في عبارة أسرى بعبده نقلا عن ابن إصحاق الذي روى قصة الإسراء والمعراج وفي نفس الوقت يقول علماء الإسلام أن هذه الصورة كانت تسمى بصورة بني إسرائيل كما ذكر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عند تفسيره لهذه الصورة والسؤال المطروح ما دخل محمد ببداية هذه الصورة التي تتحدث عن بني إسرائيل مباشرة بعد هذه الآية فنعرف بطل القرآن هو موسى فهل هناك في القرآن ما يدعم هذه الفرضية؟ قبل أن نفحص هذا الطرح يجب تعريف كلمة أسرى في اللغة وكما جاء في لسان العرب لابن منظور معناه السير ليلا وبالفعل نجد ثلاث آيات تتحدث عن إسراء موسى مع بني إسرائيل وهي صورة الدخان 23 فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون وصورة شعراء 52 وطه 77 فالمسجد الأقصى لم يكن موجودا في عصر محمد فقد بناه عبد الملك بن مروان وفي هذه الآية الإسراء الأولى الإشارة إلى صعود موسى من جبل حريب بين قوسين المسجد الحرام لحرمته ومنه إلى السماء وهو المسجد الأقصى وقد جاء هذا الصعود في التلمود البابلي من أشوط 29 بي الفصل الثلاثة إذن موسى تحول في تفسير أول صورة الإسراء عفوا إلى محمد لإعطائه معجزة ربانية وهي الإسراء والمعراش نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر